يا بقى مش بس مش مسألة ان هو كابتن متحد طبعا كان بيستعرضها في مناسبة في مناسبة لهذا الكلام اعتقد ان انت طيب اما الكابتن متحد استفتأ الاستاذ مرتضى منصور سأل مرتضى منصور هو ايه رأيك في انه الاهلي يروح للجنة الولمبية وانا برضو مش شايف معنى للسؤال السؤال ده يتسئل يا للنادي الاهلي يا للجنة الولمبية او لوزارة الشباب والرياضة هل وزارة الشباب والرياضة حلت محل اللجنة الولمبية دلوقتي ولا اللجنة الولمبية ايما بدورها وده على فكرة كلام مهم هنحاول نعرضه لكن ان انا الاقي استاذ مرتضى منصور قال له اللي حصل ده كيد نسأ ليه يا عم كيد نسأ هو واضح بيتكلم على خلفية انه اه في توتر في العلاقة ما بين اللجنة الولمبية وما بين النادي الزمالك مجلس ادارة الزمالك دعا الجمعية عمومية اللجنة الولمبية لم تعترف بيها حتى الان الموضوع فيه مشاكل قائمة هم اضرى بيها والاهلي ما هواش طرف فيها يا اخي حاجة غريبة لكن لما الاهلي يمشي عدل لما الاهلي يحترم صحيح القانون تقول لي كيد نسا انت عارف انا ليه ليه بقى عايزة اقطع في الحتة دي اقطع وقطع صغيرة لان سبحان مغير الاحوال من سنة بس كان الوضع معكوس من سنة بس كان اللي على وفاق هو نادي الزمالك وبيقول انا بنسق ومشي تبقى للقانون وتبقى لللجنة الولمبية وكان علاقة على ما يرام وكان مختلف كان النادي الالي وكان فيه خلاف على بعض الامور التي تتعارض مع صحيح الاجراءات من وجهة نظر اللجنة الولمبية ومع صحيح النصوص التي تتوفق مع القانون وقتها برضو انت مؤكد مؤكد متسلسل معانا عارفين فكر الناس بس بيدي وين عارفين انا هجب لك حاجة دلوقتي تشوفوا هو مين بيمارس كده النسب المعنى الحرفي مش ينادي الاهلي ابدا كده النسب المعنى الحرفي انه من فترة اثناء الانتخابات الماضية واثناء ازمة الاهلي في مجلس الادارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر مع اللجنة الولمبية وقتها كان الخلاف على انه المهندس محمود طاهر ومجلس الادارة عاملين الجامعية الاممية على يومين وفي مكانين طيب مرتضى منصور في كلامه مع متحة شلبي قال انه اكبر غلط عمله مجلس ادارة الاهلي الحالي بما يفهم منه كيد النساء انه اوقف اجراءات الدعوة ضد لايحة النادي الاهلي اللي كان عاملها المهندس محمود طاهر يعني هو الراجل ده دلوقتي شايف انه مجلس ادارة النادي الاهلي عامل كيد نساء ليه لانه من وجهة نظره اوقف الدعوة اللي بتطالب بلايحة سليمة من وجهة نظره دلوقتي ضد مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي في كلامه مع الكابتن متحة شلبي انه لايحة النادي الاهلي اللي فاتت كانت سليمة وموقف المهندس محمود طاهر كان سليم واللي بيعمله الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته في هذا الاتصال مع اللجنة اللونبية هو كيد نساء عايزين تعرفوا كيد النساء الحقيقي نرجع نفتكر كلام مرتضى منصور مع الكابتن احمد شوبير عن ذات الواقعة ابال مجلس المهندس محمود طاهر انا اسألك سؤال وتجاوبني عليه في شراحة هل بالفعل لبعض من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي كانوا بيلجأوا لك حتى وقت قريب عشان موضوع اللايحة اه طبعا اه طبعا اه طبعا ده بجد طبعا طبعا اه وكان بشرفني ده اول لانه زي ما قلت لك احنا مش في معركة احنا في تنافس رياضي نعم لكن لما كان بيسألوا اي حاجة كنت بقول له ده حد قريبا فنم اطلع بعضا لغاية لان 3-4 ايام ما فيش مشكلة وانا كان رأي من الاول وانا قلته اه طبع اللايحة الاستعادة الرايحة كان اول اعمل في مقر واحد اعمل في مقر واحد في يوم واحد اه في يوم واحد لكن استاذ محمود طاهر اولا مش رجل قانون اه انا مش مهندس حضاك مش دكتور كل واحد يتخصص نعم اللي نصح الاستاذ محمود انه يعمل له على يومين في مقرين انا مش لقيه وردت الرجل في اه اه جمعية عمومية العاسف وهمية اه اتعاملت على يومين وانا حتى قلت الاخوة اللي كان بيكلبوني في النادي الهقلي المادة اعتقد اربع في اللايحة هل من الممكن تتول اشمالة كلمتاكو لا 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 فضل موما كل النادي المجلس ما فيش راعتين او تماتل فيه نعم هو نفسه هو نفسه الاستاذ مرتضى منصور كان رأيه مع كابتن احمد شبير ان الناس ذون ما بيفهموش في القانون وراتوا النادي الاهلي في جمعية وهمية غير قانونية لما سألوه قالوهم اعملوا الجمعية على يوم واحد في مقر واحد لكن بهذا الشكل ووفقا للنظام وقتها كلام ده وهمي وجمعية عمومية غير قانونية والناس كانت بتستشيروا وانه قالوهم الكلام ده ايه اللي عملوا مجلس دارة النادي الاهلي برأس الكابتن محمود الخطيبي اختلف عن رأي اللي عملوا او اللي قالوا مرتضى منصور بدأ الاهلي في اجراءات سليمة ضد وضعية وصفها هو من ناحية القانونية انها وهمية هل كان مطلوب من الاهلي يفضل يدافع قانونه ده مقف عن الجمعية الوهمية من الزمانية درجة معكوش ايه يعني يعني يا دلوقتي هو كيد النساء فيهم بالضبط النادي الاهلي مشي بشكل قانوني النادي الاهلي احترم صحيح القانون النادي الاهلي انحاز للصح حسب القانون وعمل ليحته وعرضه على الجهات المسؤولة حسب ما بيقول هذا القانون انما الناس اللي كانت رأيها من سنة فات انه الجمعية وهمية وانه المهندس محمود طهر الناس اللي ما بتفهمش في القانون زي ما قال مرتضى منصور ورطوه في كده يرجع الكلام دلوقتي انه مجلس دارة الاهلي اوقف هذه الدعوة واوقف المطالبة بحقوقه وضيع حقوق النادي اللي كانت سليمة يعني سليمة كانت وهمية وهمية رجعت تبقى سليمة زي ما كان دقت زار رجعت الفار والفار رجع يبقى دقت زار كل حاجة في التبديلات دي مهم ممكنة جدا مدام الامر يتعلق بالنادي الاهلي لكن هو الكابتن متحة شلبي كان سأل قبل كده هو مين السلطة المسؤولة دلوقت عشان تعرفه هو كابتن متحة التكة قوي مين السلطة المسؤولة هو قبل كده سأل الدكتور اشرف صبحي سأل الدكتور اشرف صبحي مين مسؤول عن الرياضة دلوقت المفروض اللي وايح تروح لمين الكلام ده الغريب جدا انه الوزير دكتور اشرف صبحي جاوب عنه لكابتن متحة شلبي قبل كده في في مداخلة معاه بدل المرة اربع مرات وهو يقول له اللجنة الالومبية اللجنة الالومبية اللجنة الالومبية ممكن نفكركم زميلنا سامير عكاشا فيديو نشوف الكابتن متحة وهو بيستوسق من الدكتور اشرف صبحي قبل كده عن مين الجاة المسؤولة عشان نشوفه اكيد النساء فين بالزبط نشوف جمعية الجامعة الاممية لنادي الزمالك هل تم اعتمادها ام لم يتم اكيد ده يعني تم واكيد ده بقى يعني فيه اقضر من رأي الرأي بقى في الآخر هو البزء القانوني اللي هو تخصص مدينة اللجنة الالومبية ومدينة الالومبية بقى انا ما اخدش كده رد يعني الجامعة الاممية تم اعتمادها ده تعتماد بقى فيه مدين اللجنة الالومبية لان هي القانون بيتيها هذا الحق هي وجهة نظر اللجنة الالومبية هي تبقى للقانون وتبقى لللواية هي لها هذا الدور وطلع قانون الرياضة بيدي الحق الاصيل للجنة الالومبية في حاجات كثيرة جدا ومنها اعتماد الجبياءات الاممية اه طبعا القانون الرياضة بيدي استقلالية في تصرفات الجماعات العلمية بالنسبة للأنبياء والاتحادات وقانون الرياضي أو قانون الرياضة الجديد بيدي اللجنة أو إيه أعطى اللجنة الأولمبية أعطى الصلاحيات الموجودة الخاصة بالجماعات العلمية واعتمادها وهناك الكثير يعني فبالتالي الأدوار الواضحة جدا